ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بسبب اختلاف الرؤية السياسية لا يجب أن يمتد إلى قطاع التعليم فهو لا يتطلب فقط إجماعا وتوافقا بل يستوجب رؤية علمية تابتة ودقيقة مشيرا إلى أن التعليم بوصلة المغرب التي ستجنبه وقوع شرخ يهدده شتى أنواع التعايش الإثن والتقافي والطبقي وأكد هشام العلوي أن اجتماع مختلف الفاعلين في المغرب في ندوة وطنية حول مشاكل التعليم أصبح ضروريا لضمان مستقبل الجيل الحالي والأجيال المقبلة ملفتن الانتباه إلى أن التعليم يظل المحطة التي لا ينبغي فقدانها من أجل التحاق بقطار الرقي والتقدم وضمان الكرامة للشعب المغربي وتشهد البلاد منذ أزيد من سنتين احتقانا اجتماعيا واسعا على مستوى قطاع التعليم شمل جميع فئاته شغيليه ومتدربيه وطلابا وتلاميذ وصل اليوم إلى احتجاجات تصعيدية للأساتد المتعاقدين وإضرابات شبه أسبوعية تخوضها المركزية النقابية احتجاجا على سياسة تدبير الحكومة والوزارة الوصية على القطاع نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية ترجمة نانسي قنقر